السلام عليكم اليوم سوف نصوب الكرعين بالحمص الزبيب يجيو زوينين و يجيو هماويين و يجيو معلكين سوف نبدأ على بركة الله سوف ندوز المقادر نأخذ كمية الكرعين و نقوم بها في الكوكوط نقوم بغسلهم و نصوبهم جيدا نأخذهم هنا جوج بصلات مميين قطعتهم هنا بهذه الطريقة بحلقة و خيبان لكم كبار مع الكرعين ما يطيبوا يعني يدوبوا و ما يبقوش باينين سوف ندروا هنا العطرية ندر هنا درول كندر واحد ربعات السوس ديلة ثومة درت حميرة سكين جبير الخرقوم البزار و درت شوية ديلة الملحة و القزبر مطحون سوف ندرت هاد العوية ديلة القرفة ثومة لما عندكم ش هاد العود ديلة القرفة ديروا القرفة مطحونة سوف ندر هنا وحد نصف كس ديلة زيت العود وهنا عندي الحمص وحد كمية ديلة الحمص هنا انا خدمت بالحمص يعني حيت لي صخت وحيت لي جلده ديلة ثومة لابتوا تخليه صين خليه درت غير وحد كمية قليلة كتبقى الكمية لحسب كم تومة سوف ندرت الربع مطحون انتوما إلا بغتوا جدرهم قرد ديروه غرف حزيمة و احطوه في الجنب سوف ندر واحد كمية ديلة الماء اللي غطيب لنا الكرعين سوف نسدع الكوكوت تقريبا واحد لحسب الكرعين اما نص ساعة المقانة ولا ساعة اللارو بعد ما طابوا لنا الكرعين كما تشوفوا ازدت هنا شوية ديلة زبيب تقريبا واحد ثلاثة المعلقات رقدتو في الماء وغسلتو سوف نزدتو بحلقه على الكرعين وزدت واحد ثلاثة المعلقات دية اما جوج و اما ثلاثة دية والساني دا اللي عندكم العسل زيدوا العسل سوف نخليه طيب لنا شي شوية تاكي التعلك سوف ندوزو ناخدو التبصيل للتقديم كما تشوفو وصافيو غامدو نحطو فيه هنا الكرعين كنحاولو نقادو بحلقه في الجناب والوسط كنحطو الكرعين بحلقه كما تشوفو وغادي نحطو لاصوس ديالو عاتي كتجي معلكة وكتجي زوينه طرحة غادي تعجبكم كيجي المدق ما بين الحلو الزبيب والساني دا وما بين الحمص عاتي كيجيو فنين وكيجيو زويني كطبقة ديال العيد شاركت معكم الكرعين انا عارفة اي واحد كيعرف يصوب الكرعين غير انا شاركتو معاكم كطبقة زوين وهماوي وفي نفس الوقت ساهل في تصاوب ديالو يعني اي واحدة غتصوبو بالصحة والراحة اللي جربته تقول لي كيجاها وتكسبها لي في الكومونتر وتمنت انه يعجبكم بالصحة والراحة اشتركوا في القناة